باقة جديدة ومتجددة بنسبة كذا. اه. يعني بتتأسكده ما فيش حد بيقول على سنة كذا هنخلص التلوث كله. اه. ما فيش حد خلص التلوث كله. طب ما عندناش طيب هدف او تحدي او طموح ان احنا نقلل نسبة التلوث في في سنة كذا? فيه فيه. بس احنا مش شاطرين قوي في موضوع الانديكيترز دي المؤشرات. التخطيط ده. احنا لسه لازم نعمل دي بشكل اجود لانه كمان ما تنساش تلوث الهوى بينزل على السلسلة بتاعة الغذاء. وزا كان الهوى زيبق مثلا بينزل على السمك ومن السمك بنكله. فعلشان تعمل مؤشرات لكل الحاجات دي. اه. عايزة شوية شغل. اه. عايزة شغل كتير. جدا. اه. اه. من الحكومة ولا من المجتمع المصري. الناس. كله. بس بتبتدي بالحكومة انه وزارة البيئة مع جهات اخرى بتضع المعايير والمؤشرات بتاعتها. وبعدين بتحط الستاندردز اللي هي عايزة توصل لها. والخطات والستراتيجيات. وبعد كده تروح تغير حاجات مثلا في الصناعة. تغير حاجات في الصرف السحي. في الزراعة. في المبيدات. هكذا. وتبتدي تعمل توعية علشان الناس تعرف ايه المطلوب. دي حاجة. الحاجة التانية. اه. الناس في بلاد برة ما تولدوش كده بيعملوا اسلوكيات صح. اه. حسن فيه تسقيف وتوعية من خلال الاعلام والمدارس. وحاجات كتير يعني. فتلاقي الناس هناك مدركة وفهمة يعني ايه بيئة اكتر. علشان فيه اعلام بيعلم الناس. اه. مصادر للتلوث. بعدين عندك مجتمع مدني. ده 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 كده بوكس في الاعلام علماشي يا دكتورة. يعني هو مش بوكس. يعني. يعني انتم مش عاملين دوركو. لا انا انا على فكرة بالمناسبة انا متطفق معاك. يعني هو المفروض اه نقضي وقت اكتر. ندي اير تايم اكتر للحاجات دي. ويبقى حاجة زكية. مش مش حد يطلع يوعز فينا يعني. اه. تمام. الجزء اللي انا هعرضه على حضرتكم على حضرتك وطبعا اكيد مش غريب عليكي. بس تعالي نشوف. اه. يعني. مش مش هتزيدا اتعامل مع ازاي انا. اه. اه. الاف المصانع المنتشرة في محافظات مصر بتطلع هذا السن. اه. انا مع حضرتك ده غلط طبعا. فاللي بيحصل هو انه وزارة البيئة بتطلع تعمل مخالفة للمصانع الملوثة دي. اه. ولو كانت هي مصانع سمنت فغالبا انه انه عندنا اجهزة رصد مربوطة على المداخن دي. فابنا محتاجش حتى ننزل. اه. لكن لو هي مصانع عادية. اه. بيبقى في اياس. اه. نروح نعمل محضر. اه. بيروح المحكمة. وخلاص. يعني بيدفع الغرامة بعد شوية. لكن اه. علشان تغلق مصنع. اه. مليون بقى عقبة تطلع قدامك. اللي هي. لأ هتشرد عمال. لأ هتخيوقف الاقتصاد. وهكذا. مع انه في الحقيقة هو العمال هيعيو. فهيقفوا كده وكده. الجرين المنشأة دي هيعيو. الشعب المصري عيان. فانتاجيته ضعيفة جدا. لانه عايش في بيئة ملوسة. فاحنا لسه ما حسبناش التكلفة دي علينا في الانتاجية بشكل جيد يعني. البنك الدولي عمل دراسة في 2010 وحسب تكلفتها بالدولار العلاج يعني بيكلف كام للانتاجية. بس مش دقيقة قوي وعمالة بتزيد. طب طب بعد المخالفة وبعد المحضر وبعد المحاكمة الغرامة اولا بتبقى تقريبا قد ايه. اه توقف على المخالفة. مفيش ستاندرد يعني. اه اه. يعني مثلا نقدر نقول من من لإيه يعني. لا ممكن توصل ملايين. يعني مثلا خمسمية جنيه مثلا. لا ده اضعف حاجة بس على حاجة فزيعة زي كده ممكن توصل لملايين. لملايين. اه اه. اه. ومين اللي بيدفع الكلام? المصنع. اه. هي. طبعا لما بتبقى بقى قطاع عام ما بتاخدش فلوسك. لان حكومة. اه. لان الحكومة عيب انك تاخدي من الحكومة يعني. لا مش حكاية عيب. ما بتعرفش تاخد اه. الحكومة ما بتعرفش تاخد من الحكومة. اه. وطبعا ذا ذا خلل طبعا يا دكتورها مش كده؟ اه. لأن المفروض ما يبقاش فيه يعني سموها ايه الدواجات المعير لو مصنع قطاع خاص تاخدي منه ولو حكومة ما ينفعش تاخد من الحكومة لأن انت جمان حكومة لازم يكون فيه سيستم ماشي عكل اه بالزبط لكن هو ده السيستم اللي ماشي في مصر حتى فيه المخلفات الصلبة لما تيجي عربية مجلس مدينة ترمي الزبالة على دفاف النيل وتروح المسطحات المالية تقعوا تجري وراها سنين علشان تعرف تاخد منها حق الغرامة المخلفة دي ما بتعرفش اه يعني اذا منف البيئة عندنا هو مرتبط بمنظومة كاملة ما هواش بس وزارة البيئة وهي تتصرف كده مع نفسها ده منظومة خاصة بالنظام بتاع الحكومة بالبيروقراطية المصرية اللي معروفة بمدى تعاون اجهزة المجتمع كله معاكي علشان تحقق اهدافك وتقابلي التحديات ماقدرش تبقى وزبط البيئة موجودة النهاردة ومسألهاش في موضوع القمامة بتاع لي كل ما بتروعي في حتة يعني اكيد بيسألوك ان شفتلك تصريح بتقولي عايزيني السياح لمهيك وكده يشوفه مصر يقول عليها دي بلد نظيفة طب ازاي يعني الناس بتكلمني كل يوم الصبح في التليفون عشان تقولي انزل قلم الزبالة الكومة الفلانية عن نصي الفلانية فده اوكي ده مش دورك صح لا مش دوري ولا دور وزارة البيئة خالص لكن هي وزارة البيئة دي وزارة تنسيقية دورها انها تحط المعايير وترائب وتخلي الجهة المعنية سواء صناعة تجارة مسطحات مائية راي هكذا هي اللي تقوم بدورها فهي بتنسق بين التانيين وبتحط المعايير والقطر التشريعية للحي كويس لكن في القمامة علشان المحافظين وهيئات النظافة يمكن مش متخصصين قوي جرى العرف على انه ينظر الوزارة البيئة علشان تحل مشكلة القمامة او تدي اراء فاحنا حاليا ادينا رأي جديد اللي هو هنساعد بشدة ان احنا نتخلص من الشركات الاجنبية وهنرجع منظومة للجامعة السكني من باب الشقة وهنرخص شركات شبابية ونظام هيبقى كثيف العمالة وهيبقى جمع يوم ورا يوم او كل يوم والاول مرة في حياتنا هندفع حق الخدمة حق الخدمة معلش كلام ده مهم قوي بالنسبالي لانه كلام بالنسبالي يعني مبشر بالخير يعني ده هيبقى يعني نظام جديد يتبع في المجتمع المصري وهيفرد بيعني هيفرد ازاي هيفرد بان الاحياء هتتقسم الى مربعات سكنية اصغر من حي بحاله علشان الشركة الشبابية ما تقدرش تغطي منطقة كبيرة منطقة كبيرة وانه الجامعيات الاهلية في الحي بعينه هتبقى عارفة مين اللي بيجمع وعارفة الشركة وطرف العقد مع الحي علشان نمنع الفساد ويبقى فيه مسألة وانه في كل الشارع هيبقى فيه اما واحد تلعن معاش او رب البيت بترائب اللي بيحصل في الشارع ويبقى فيه في التعاون ما بينها وما بين الشركة الجديدة دي اللي بتجمع والحي لرصد اي اجراءات مش كويسة وبعدين كل شوية هننتشر يعني نبتدي بكم حي ونبتدي ننتشر لكل الجمهورية المادة العضوية هتتفصل من منبع كلنا هنرمي بواقي الاكل في كيس والصلبة في كيس تاني العربيات ما هتبقى مقسومة المؤدي الخدمة اللي هيطلع يجيب من باب الشقة هيحط كيس العضوي في العربية من وراء والصلبة من قدام هيطلع على حتة وسيطة اسمها منولة هيسيب العضو هناك عربية تانية هتاخدوا لمحطة السماد وعندنا خمس مصانع محاوطة القاهرة وكل المحافظات فيها محطات سماد بس وقفة مع العزة وبعدين الصلب هيروح ياخدوا المخازن اللي بيفرزوا فيها احنا عندنا صناعات قريدي في العاشر وفي جيزة وفي برواش مصانع كبيرة بتعمل ريسايكلينج بس هي بتاخد المادة بتاعتها من المخازن الزغيارة اللي بتعمل الخطوات الاولى دي في السلسلة في الفاليو تشيني وبعدين الشركات لازم نفضل نسجل شركات جديدة لجامع القمامة اه فلسا محرجين اول دفعة من ناس ما هماش مزبلين اصلا يعني شباب متخرجين من جامعات وديبلوم وكده اه خرجنا اول دفعة يوم السابت اللي فات مع جامعية مصر الخير اه تم تدريبهم على الموضوع ده اول ما نسكن بس الشركات القائمة هنبتدي نسكن المتبقي طب دكتورة ليلى انا عارف ان حضرتك متعلمة في امريكا وكده يعني فيه جملة كده بيروها بالانجليزي too good to be true يعني الكلام اللي بتقولي ده كلام جميل وكلام لو تحقق مش عايز اقولك انا هبقى سعيد قد ايه بس فيه مئات الالاف والاطنان من الزبالة كل يوم في مدن القاهرة والجيزة والقاهرة الكبرى وعلى مستوى مصر كل ده هيحصل من غير ما تغيري الثقافة والسلوك بتاعت الناس الاطنان اللي على الارض مش هتتحل بالمنظومة دي لا لازم التراكمات دي تتشال بحاجة تانية يعني عربيات تنزل وتجرف وتشيل دي حملة اه دنما التاني اللي قلته في الاول ده سيستم السيستم ده على فكرة مش مبني على اي حاجة تعلمتها في امريكا ده مبني على اللي تعلمته من الزبالين في منشيط ناصر اللي هو بيطلع كل يوم قضيتي معهم سنوات طويلة مش كده شوية فهو من طول عمره بيطلع كل يوم منتظم ليه علشان بيعمل ريسايكلينج مش علشان هو بيحب بيطلع سلام اللي هو اعادة التدوير اللي اعادة التدوير اه فالسيستم بتاع الناس دي هو مبني على مربعات صغيرة انتظام في الجامعة من اجل الحصول على المفروزات والانتفاع من كل قطرة في المخلفات اللي هي موارد وفي نفس الوقت انه هو لازم يبقى قريب من نقطة الجامعة وما ياخدهاش بعيد وبيعمل عليها كل الخطوات اللي قطعها لحضرتك الجديد في المنظومة دي حاجة واحدة بس اللي هو احنا هنعمل حاجة ما كناش بنعملها قبل كده اللي هي هنرمي بواقي الاكل في كيس والمخلفات في كيس احنا اللي هو المصريين السكان حضرتك اللي هو حضرتك وحضرتك وحضرتنا كلنا طب واحنا ان شاء الله يعني حضرتك هنستجيب ازاي للموضوع ده لازم اتعملي حملات اعلامية ولازم توعية يعني الموضوع ده مش هيخصل ما بين ليه لا مش في يوم وليلة بس حضرتك هتعمل حاجة هيلة جدا هتدينا اير تايم بلاش علشان المنظومة دي قومية مش معقولة هنطلع ندفع فلوس كمان في اير تايم احنا بنعمل دلوقتي الاد ده حضرتك كده خلاص اديتيني مهمة مقدرش اعرب منها ها هيك وانا وانا اوعيدك ان هعمل لو موضوع الزبالة هتنظفو لنا البلد منها ده انا هعملها فوق دماغي كمان خلاص لكن غير الاير تايم احنا بنحضر هندفع فلوس في الحتة بتاعة الديفالو فيه ناس عمل لنا تطوير المنتج تصميم الاعلانات ببلاش حد تطوع شركة يعني شغلوا ببلايين جناهيات تتعامل ببلاش دلوقتي الانتاج بتاع السبوتس لازم ندفع شوية فلوس لكن فيه كمان توعية مجتمعية يعني الجامعات الاهلية هينزلوا ناس يتكلموا يردوا يشرحوا فيه حاجات تتعامل دور تو دور فيه حاجات تتعامل في الجامعات في المدارس في الاندي الشبابين نشتغل مع وزارة الشباب وهنبتدي نشتغل مع المدارس وهكذا فالموضوع على لفظ مختلف فيه حاملة على الفيسبوك هتنزل فكل ده بقى لنا ثلاث شهور بنجلسنا وانتوا طبعا شغالين ومن الصعب ان حد يطلب منكم يعني نتيجة ملموسة سريعة جدا مثلا حضرتك مثلا شايفة انه بعد وجودك بسانة مثلا ممكن نتكلم في ايه اللي تحقق ايه اللي احنا شايفينه على ارض الواقع سانة كويس اه سانة كويس لانه ما نشوفش مثلا في الميادين العام على الاقل يعني اللي احنا بنمشي في شوارع مصر بنشوف كميات كبيرة اوي من الزبالة بتقزي العين في اماكن حيوية وحضرتك اكيد عارفة انا مش بقولك مفاجأة يعني لا لا صح